مرحبا مرحبا قلنا نكمل الجيم وعلمكم كم الشغلة أنا لاحص ببعض واحد من المتابعين نحط كومنت إنه أنا عم ببني كتير وما عندي عمال في عمال العمال إذا بتطلع هون بسا معظم المباني عم حطهم هون باليمن ما شي أنا عندي اليمن والحجاز عم حطهم باليمن إذا بتنزل لهون أظن حكيتها قبل هيك بس حعيدة لأنه بشكلها فاتت هتلاقي هون شي اسمه سابستنينس باستشورز أو سابستنينس فارمز أوكي طبعا باستشورز هي جزء من الفارمينج هاي معناها بيوت حواليها حقول وعم يشتغلوا فيها حتى إذا بتقرأ عليها هون شوين كاتبينها كانوا أنا بتذكر هون مكتوبة هون بيقلك إنه هاي الأراضي الفاضية اللي ما ببني عليها شي الناس بتروح بتسكن فيها اللي ما عندهم شغل بيبنوا فيها أوكي ما بدنا ياهم يبنوا فيها بدنا ياهم يساعدوا الاقتصاد فعندي أنا هون مية وثلاثة وثمانين ألف كانوا الفيديو الماضي بحدود الميتين وشوي هدولة الناس قاعدين عايشين هون ما بيشتغلوا عندي بيشتغلوا هيكي فالحين الأرض وحاطين عم بيطلعوا شوية لحمة وشوية خشب وكذا وعني عم يزبطوا حالهم أوكي فهي عمال غير الانيمبلويد يعني انت هون هتجي تطلع إذا جيت هون هتطلع هتلاقي ما في شي اسمه انيمبلويد هون كتير شايفين الانيمبلويد انسيغنفكين يعني ما في عدد ناس ما عنده شغل بس عاليا هذا الرقم مو مزبوط لانه في ناس عايشة بالبرية يعني مثل بدو أو فلاحين أو كذا عايشين هيكي لحالهم اوكي فانا هحاول دخلهم بالشغلات الدولة او الشركات او الى اخره فهذه هي الفكرة طيب هلأ نحنا هون قاعدين عم نبني شوي شوي وبنا نشوف شو ممكن نعمل يعني طبعا انا هلأ في عندي كمان اذا بتطلعوا هون في شركة خاصة للتولز عم تنبنى بالحجاز هاي بتكون مو لألي ماشي هاي بتكون للقطاع الخاص بس خلص العائد تبعها بيفوت على السوق اوكي هون حتلاقي الوركفورس والقصص هاي خلي هلأ عم يشتغل ويبني لحاله ففي عندك المرافق الحكومية اللي انا عم ببنيه في مرافق الخاصة اللي عم تنبنى وصدقني لو ما كان فيه العمال ما كانوا بنوا لانه ما حنستفيد يعني طيب هلأ انا عم فكر انه ممكن اتوسع شوي بس مو هلأ انه ااخد جبل شمر ونجد اوكي لانه هنجزء من المنطقة اليمنية بقوسين بالجيم سو يعني مثلا حتى هون اذا بتطلع اذا انه هون رايت كليك وديبلوماتيك ديمانز هذا لانه عملنا معن خنا قبل شوي هون مسلا ريتون ستيت اه شايفين هاي لانه لانه نحنا عنا كليم عنا انه هاي الارض المفروض لانه اه فممكن نسحبها منهم اه وهذا حيخلي الانفامي هون اقل اللي هو قديش ممكن اه هيكون في مشكلة بالاقتالي هاي يعني هون مسلا اذا طبعا ما فيني قاتله لانه هو المعلم هان مصر اه بس ايه هاي بتصير هيك بالبداية اذا طلعتوا باول فيديو لما هجمت اليمن واخدتها لما كتب الحجاز واخدت اليمن هتلاقوا انه الانفامي اعلى اوكي اه فالشيء السلبي اعلى ومتل ما لاتلكم كمان بالجيم دايما طالما عندك فلوس ابني المباني لانه طالما فيه فلوس فيه مكان طب ذا دول هادول اتنين حابين يتخانقوا اه وبدنا نشوف هل اه بدنا نشوف يعني هل هادول اتنين نتركهم يتخانقوا ولا نمنعهم هادا مثلا رئيس الارمت فورسز وهو هادا واحد من الجنرالات تبعي وهذا رئيس العلماء السلنة نتركهم يتقاتل وخليهم يصفوا بعض وهذا ايه وشوية زعلوا لانه مات زعيمهم هادول السلنة بس مو مشكلة تسكورد مع بتيت مدرمين برجوازي برجوازي ان انفلوانشال فاكشون برجوازي هنين هادول شايفين عشر بالمئة من الشعب هاز جرون فرستراتي وذلك كوممبرز نيوتراليتي على تطبيق الاندد فالو اوكي اكسيند اوپن هاند اه اه ما بدنا برجوازي يكونوا مبسوطين نحن نحن نحاول ننزل عدد الهادول لانه ما بدى ادعم الاند اونرس انا بدي خفف الاند اونرس فحاعمل هاي زعينهم شوي بس خلي الاند اونر او خلي او خلي الاندد فوتي خلص الاندد فوتين يعني الناس بتشتغل بالاراضي هاي شايفين اه اصحاب الاراضي هن اللي بيصوتوا يعني فصير يجب أن يكون حكومة أتقراط خالص وهو ملك وهو الموجود في الانتخابات فنحن نحاول نغير طبيعة البلد ولاحظوا إذا بدأنا كانت الاند اونر خمسين بالمئة هلأ صاروا بس أربعة ثلاثة وعشرين فالانتلجنسية بدأوا يزيدوا هلأ صاروا حزب كبير لأنه صار في عنا ناس متعلمة وهذا رقم كل ماله عم بزيد هلأ كمان نجي نتطلع هون او هون بلدنجز على اليمن مثلا هتلاقي هون مثلا أنه في نقص بالعمال بس هذا رقم حيزيد مع الوقت لأنه هتلاقي أنه اللي هي هاي هذا رقم حينقص بعد شوي لأنه هدول حيبلشو شوي يقول لك لا أنا إذا رحت اشتغلت من مصانع هجيب مصاري أكتر فحيقدر زبط عيلتي أحسن تمام؟ هادي هي الفكرة فشوي شوي حتلاقي أنه هدول الناس بلاش ينقلوا هلأ كمان إحنا ممكن نبلش نعمل اللي هي المعاركة ونطلع نحارب أو هيك بس مان يعرفان حنشوف طيب هذا الشي رفع هذا خمس سيم political strength of aristocrats أو الاريستوكراطين هنة اللي بنتخبوا أي هلأ هيك صار عنا شي اسمه فهلأ الحكومة هتتخير شوي ولحظوا إنه الدعم صار عنا كتير منيح من الرولر اللي هنة الفلاحين البازت هايصيروا إنه هنة مبسوطين كتير معنا تمام فحتى ممكن نحن نشوف إذا فينا نغير الـ government لأن الحكومة شوي الناس مالا مبسوطة معنا ممكن نعمل reform ونقول مثلا اوكي نغير شكل الحكومة بس حاليا هذي أحسن تشكيل الحكومة بشكل إنه نكون راضين أكثر ناس تمام لدول إذا جبناهم حيزعلوا بزيادة suppressed أنا عم نزل هدول ونحاول نرفع حتى تاني بس مبدئيا إذا حتت هاي 39 هلان احنا 40 خلينا ننتظر عليها شوي ونحاول نعمل تغييرات على حسب شو بدون الـ election هادي هي الانتقابات هنشوف مين هنربح بالانتقابات هل هنربح المحافظين ولا الـ agrarian هنه الفلاحين فهون الـ land owners هنن أكتر شيرا وشكلهم 97% حيأخذوا أصوات هنشوف هلا شو هيصير هون ايه خلص تمام هلا هيك خليون يمشوا كمان ونشوف شو حيصير لقدام خلي رواء الدنيا عم تنبنى شوية شوية البلد عم تتطور ممكن نحاول نعمل هاي نحاول نستعمل الـ authority لحتى نرفع شغلي اللي هي وينه 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 حتخلي الناس شوي تتعلم أكتر وهيك تمام هذا حيكلفني 100 authority عندي هون وعندي هون خليهم يروحوا نحاول نزبطها فعم نستعمل الـ authority تبعي لحتى أعمل يعني تعديلات بالناس خليهم يزيد الـ وينزلوا الـ landowners هلأ ليكون هدو الكلام اللي عم يطلعوا تمام فهلا شوي شوي هنشوف طيب إلكشن لسه شغالة لساعتنا على هاي المحافظين هن اللي فايزين ويتش فاين بعدين هنشوف overly enthusiastic partisans supporters of the agrarian party have gone beyond the simping campaigning harassing sometimes physically attacking opposing factions crack down on the activities ولا ننزل ايه خليهم يروحوا ونطنش الموضوع انا بدي اهم يعملوا مشاكل اوكي بدي اهم يغيروا شكل البلد اوكي improving relations معه وارسانجالي وين هاي بتنتظر هيك بس ثواني بعدين بتقدر تكبس هاد خلينا نروح هون هاي المنطقة وارسانجالي هون عليك اوكي احاولوا معي علاقة جيدة يعني بقصين هلا هون نحاول ناخد نجد مثلا نجد شو فيها مباني وطولز ومدافع وصاص كمان عندهم مشكلة الناس ما عندهم شغل عندهم 40 ألف عمال هذين بس موجودين وورك فور سوني اوكي احاولوا كمان مباني مباني نعمل نعمل ونشوف الوضع عندهم بس 2 battalions وانا عندي 19 فانا حاول اني اخذها هاي الارض وبلش ضيفها عندي ونحاول ندقلها على الوضع اوكي هلا بس كمان نشوف هون شغلة هلا بلشت الحرب بس مو الحرب هلا قبل شيء قبل الحرب شو اللي هو ديبلوماتك بلاي ديبلوماتك بلاي يعني خلينا نشوف اوكي هل نهاجمون ما نهاجمون شو نعمل اوه هون كمان خلينا نشوف انه اكتر شيء لاند اونرس وهذا حيضيف عدد من الاند اونرس على تشكيلة المجتمع فهذا الشيء ننتبه منه هلا في شغلة شايفين نجد هون هاي ارض وهي ارض هاي جزء من حائل فهلا انا ممكن اخذ هاي معه هاي عادة ممكن يكون فيها شوية زرع وبترول وهو القصص هاي ممكن بلش يصير عنا سفن من هون من هاي الجيهة واللي هو ليش لا خلينا نعمل اتاك اه سوري نعمل نقبس على هاي ونقول اد ورغول اوكي ونقول له اه ريتون دي ستيت اف نشدي حائل هاي المنطقة ستصير معنا طبعا هتزيد على الانفامي بس مو مشكلة اه وبعدين هنجيب اللي هو الجيش ونقل له تاعي يا جيش وعمل وطلع الجبهة وبلش تكبس هلا ممكن احتمال انه هنه ينسحبوا يلاك خلاص اخي سلمنا ما عد بدنا اوكي هدولي جبل شمر عم يحاولوا يزبطوا العلاقة معنا هل فينا نعمل لهم اتاك مو هلا لانه هلا في عنا ديبلوماتيك بلاي شغالي بقيان عشرين يوم للانتكابات هنشوف شو سيحي اوكي هلا هدولي جاهزين المفروض انه يعني ما حيادر يعمل لشي لانه 2 ع 11 وهذا اظن حتى جيشه مو فضيع يعني هلا منشوف هذا اللي كان ابن مصطفى كونسرفيتف بارتي 97 بالمية من الاصوات واغريريين بارتي 2.1 وحنعمل ريفورم للغاية لحتى نشوف اذا بندنا نضبط الحكومة شوي اللي هو عنا هدولي تخسرو طيب حنجيب هدول هون وحنجيب ريسيتو لحظة اذا عملنا هاي اما هو لازم نغير انا واحدة نحط هذا ابو 27 اظن احسن شي حيكون السنة العلماء السنة هنا بالحكومة وخاصة انه اصلا الزلمة هذا موجود معهن طبعا هذا الشي هيخرب شوي الموضوع بس معلش ليش مو رضيان نجيبه لانه هاي سبريست طيب هلا حنحط هذا هيك وحنشيل هذا برا لا ما حنشيل هذا برا حنجيبه مرة تانية لو رجوه اذا عملنا هذا هيك ما حي يضبط شوي هاك 96 بالمية اللي هي تقبل الناس للحكومة مو غلط يلا كن فا طبعا لاني شلت هذا الرقم زرجع زاد لفوق بس معلش هلا شوي شوي لحالة البلد حتتغير اوكي بدنا ننزلهم لانه هدول اصلا يعني خصومي فعليا اذا بدك لانه هدول الطبقة الارستقراطية اللي عم تحاول ان تسيطر على البلد هنشوف هلا اذا فينا ننزلها شوي الرقم عمين زلو يطلع 2 arms هاي هلا حنكبسون وناخدها خلاص علاقة الحرب ما نسحبوه ولا احد يدخل بالموضوع فما في مشكلة شخص عادي شخص عادي اللي هنه المتعلمين طبعا هون عم يقولك انه هنه زعلانين لانه والاشياء هاي اللي هنه ما بدون فهذا الشي لازم ممكن نغيره من اللوز بس قبل ما نعمل اللوز خلينا نشوف هون اذا فيش نغيره هذا مسلا الناشنال ميليشيا اذا عملناها اي ناشنال ميليشيا خلين نعمل ناشنال ميليشيا لكي يصير عنا سوف ينزل الارمد فورسيس الجيش سوف ينزل القوة فشوية شوية سوف نفعلهم واحد واحد احتمال الارمد فورسيس لا يعجبون الكلام ويحاولون ان ينقلبوا على التصويت لكن دعوهم مبدئيا مضبوط حتى زرحنا هذا وقلنا للوز سوف تجد انه بدل البيزنط لفيز سيصير عن الناس الملشاة فهذا الشي سيقوي الجيش طبعا شوي وحيزد لي الكونسكريبشن ما يعني الكونسكريبشن؟ اذا تجي على الجيش هون الملتري سوف تجد انه عندي قديش ريجلرز اللي هنا جنود مدربين شغلتهم بس يكونوا جيش كونسكريبش هي الشعب العادي اللي بتجيبه وقت الحرب فهذا سيخلينا نقدر نطلع شوية كونسكريبش اللي هنه هدولي ارخص من الجيش العادي وبيقدوا الغلط اذا احنا ما عنا كتير اطماع هجومية عرفتو كيف او حندخل بحروب كبيرة من عشان ملتري هالسكسسول بروغرست فهذا زاد عم يزيد بسرعة اوكي وقدنا المنطقة هاي كلها طيب هادي هون ديفستيشن بسبب الحرب هون في عنا شوي تيرمويل بسبب المعركة اللي صارت حننتظر شوي ونحاول انه نزبطها هون عم إلا كماني حائل ونجد فيها مشاكل بس مو مشكلة حاليا هلأ كل هذا بتزبط هون عنا هاد الارمي سنقل له تعال ونضم على الارمي الرئيسي وقل له قول وقل له يس هون اوكي عبد المطلب يزور نيو سلطان صار في عنا سلطان جديد خلينا نشوف شو الوضع هاد الزلمة هو الجديد من جماعة السني علما سني بدوين وبرسستن ديبلومات بوليتيكو الوبريتر اوكي فهي خصاصه حنشوف هاد الشي اذا هي اسر بالحكومة ولا لا مبدئيا شوية زبط علاقته مع هدول هدول بحبو شكله ممكن يكون الامور تمام طيب لو ادفانسمنت وصلت لا اوكي خمستاش بالمية زادت انه الناس عم تدعم هذا الخيار انه يصير عنا ناشنال ميليشيا هاد الشي ممكن يوفر علينا فلوس البيلقاطية شوي واطه فبنا نشوف كمان انه كيف ممكن نرفعه اذا طلعنا هون هون التاكس تمام هون التاكس مو كتير بس لاحد هلا هيك تمام ايه خلص هيك تمام اذا عنا هون تاكس الهو الهو الوضع ممكن نستعمله ونشوف اذا فينا في داعي بس حاليا ما في لانه ما في فعليا شغل كتير فايه شوي شوي عم نغير تركيبة الشعب بنا نشوف شو ممكن نغير الامور اكتر اوكي العثمانيين شوي حابيننا فممكن مع الوقت يساعدونا نخلص من المصر ونصير دولة مستقلة هاد صار اسنت يعني الناس بده تعملوا شوي شوي عم تتحرك الامور فهدا الشي حيزعل الارمت فورسيس بس مو مهم لانه اصلا بدنا ننزلهم نحاول نرفع الشعب اكتر لفول ايه هوني الاستقراطين عم يدفعوا فلوس حلوه بالاستقراطين فعم يدخلوا هوني فلوس على اللي هو الاستقراطين الاستقراطين هوني اللي هو هاد هاد من الاستثمارات الناس بالبلد تمام ها بصير بدخل على دخل البلد مضبوط كمان طيب هلا هيك امورنا رواح حنشوف شو نعزمنا صار عنا الناس الميليشيا باركس في ماكسيمم ليفل صار عنا شوية تجنود اكتر حتى ليكو الارمي خف اه لانه ماعد عنا متل اول طيب وهلا هون هاد المفروض هيوفر علينا شوية تفلوس هاد هيك قال له ترانسفير على الفرست ارمي وقال له كنفرم ويس طب صار جيش نقل بس مو مشكلة اه لانه هلا المفروض انه صار عنا كونسكريبتس اكتر شوي لقدام ممكن نرفع شوي الهوسارس بس اظن عنا هوسارس هون عنا واحد هوسار وثلاثناش هون هوسار هنن يعني على على الاحصني اه تمام هذول شوي يعني يكونوا اقوى شوي باللقتالي طيب هاد هون يمني ارمي هاد الجنرال موجود اه ليكو كافرلي اه فممكن نرفع الارتلري كمان عشان نحط واحدة من هون طيب خلص تمام امبيريال كونفرنس هس بين فورمد هذي اسم باور بلوكس الباور بلوك هي مجموعة من الدول تابعة على حدا معين فمسلا بريتش امبير هاي الباور بلوك تبع الانجليز اه زولفرين الباور بلوك تبع برشا فانت ممكن تجي وتقولون انا بدي انضم لواحدة فيهم او انا بنشيء واحدة فيهم فاذا بك تنشيء واحدة تقدر تجي تقول اوكي انا بدي حط المبادئ وكذا اظن شرحت عليها المرة الماضية بس حاليا هاي بعيدة عنا اصلا هوني عم يقول لك ان اكت سليفري باند بدينا نعمل نمنع السليفري بس خلينا نشوف شو عنا لولز تاني ممكن هادا الناشنال ميليشيا ممكن نرجع لبروفشنال ارمي بس لا ما بدي خلينا عن ميليشيا ما بدنا كتير نتكلف والفير هذا يدعم المساكين هوني بيقول لك اذا حطينا هاي حي لا ما بدي سليف تريد نقللون سليفري باند هادا الشي حينرفض من البلد لانو الاند اونرز قواية كتير وما حيعجبون الموضوع فما حنقدر نعمله حاليا اذا قلنا مثلا البوليس هادا الشي حيخلي الاند اونرز مبسوطين اللي هو ما بدي اياه اوكي فكماني حطنش وحنشوف اذا اضطريت اني اهلي بالبلد لهذاك الشي طبعا لاحظ الاند اونرز اويو زيادة لانو ما فيني اعمل لون سبريس لانو هنين بالحكومة بس اظن اذا عملت جاورمنت وعملت ريفورم وطلعتهم من الحكومة ما بيقدر لانو هنين اصلا الانتقاباتين اللي فازوا فيها بدنا نمشي متل ما بدهم بما انو منكون ديمقراطين يا للهول طيب طبعا لاحظة الانتقابات لانتقاباتهم مع روسيا فبطلوا مشكلية مع روس هذا ممكن اقول له تعالوا وصير جزء من تحتي يعني بس لا انا ما بدي هيك انا بدي اخذ البلد بس لا نشوف كيف هل العلاقة تبعي معهم منيحة كتير هل تعرف؟ تبعي مع روسيا اهههههههههه لانتقابات الانتقابات لانتقاباتهم في البلد 10% من البلد تمام؟ فهذا الشي ممكن يتحولوا وحيغيروا تركيب البلد لذلك ممكن نعمل هاي ونقلن سليفري باند ونبلش نعمل مشكلة ننقل الامور بالغصب هيك ونحاول انه نقلبها بس هذا الشي حيخلي المنزل المنزل يعملون مشكلة اذا ما بع traumatic اذا حيشي لحالة احتمال مننتظر قليلا اهه طيق اللي المنزل ونقل هاي هاي لسه ما كبسناهه ونصينا هننتظر خليه هلا بدو يعمل مشكلة الشماري انتتوت وورسند وما رضوي وبدو نعملو مشكلة أوكاي وجمل شمر ونقل له هيك ونقل له أدور جول لا لا أريد ولا واحد نعم إلا إذا أدخل معهم حاليا لا أظن أدخل معهم بس خلينا نرفع هذا ونقل له موبلايز وتحرك على جبل شمر هنحاول ندخلهم عننا بالحكومة مو حكومة حيكونوا تحتنا فبصير هنا مديروا حالا بس لازم يعطوني خسكاري الخسكار هو الجزء بس هاي كلمة بيستعملها بسوريا طبعا أصلا تركيا خسكاري طيب هؤلاء عم ينبنوا بالحجاز وباليمن ومدرمين وشغالين والأمور ماشي هلأ قلن نأتي على اليمن برة تانية هنشوف هذا بعد ما حركت الأمور شوي هتلاقي أنه هذا الرقم نزل شوي شايفين آلا أموها سوري هون 166 عم بزيد لأنه فيه ناس أكتر ليش عن ناس أكتر عم أنه فيه ناس بتدخل بتفوت على البلد لأنه فيها شغل فبصير بيجو من غير بلاد أوكي هذا الشيء كمان بيصير هون ستلاقي هون ستلاقي هون ستلاقي هون بكل سنة أعتقد أو بالشهر فالناس عم بتجي تعيش هون عنه طبعا ولادات وغير هيك الناس عم تنقل على اليمن مشان تشتغل ولاحظوا هذا كان 6 ونص قبل شوي صار 7 هذا الرقم لازم نحاول نرفعه شوي لأنه حاليا طالما هو قليل سيعمل لي قصة أنه ما فيه بيرقراطية ستنزل لي التاكس ويست أو الـ التاكس ويست هذا سيضيع شوي من الفلوس تبع البلد فنحن ممكن نأتي هون ونعطيني هاي يبنيه وحقل له تعرف بما أنك شغال وشغال سأعمل Alt وضعه فوق سيأخذ 60 يوم لا لا أريد 60 يوم نعمل هون بيجو وحنعمل اللي هو الوركشوب ليكو سيأخذ هون مرة تانية سنروح للأخير وقال له لفوق هون مثل ما لكم شايفين فيه شوية ناس بلا شغال بس مكتير بس فيه عنا كمان هادول اللي هو أربل لاند ليكو ها فيه عنا شوية ناس هون يمكن أن نشغلهم بهدول الأماكن هلأ شوية شوية مفروض ترتفع هاي نرجع على بيجو وان شايفين هذا 12 أسبوع المفروض هذا يرفع هذا الرقم شوي هل هو هيعمل دغري ستيبل الشغلة ليس مثل لعبة مثل ستي سكاي لينز او هذا انه خلص الموظفين موجودين دغري بيجو لا لا اللعبة شوية شوية بتعبوا الموظفين هادي هي الفكرة نعني هل رأي الضغط الموظفين لأنه يعملوا الأوتو بيلد هون شايفين هدول هاي هيك فصير برفع الأوتو بيلد على السريع مع الوقت هاد هون هيك أوتو بيلد هاد اوتو بيلد أوتو بيلد فلوس مجمعة في المكان مثلا عنده فلوس هون هذا يتعبى إذا تعبى للأخير بصير معه فلوس هو لحاله يبني لحاله فبصير يتوسع ولاحظوا الآن الساعة من نفس الرنك الاقتصادي بس ممكن مع الوقت يزيد نحاول نرفع البرستيج لساعتنا لديهم مشكلة بس هنشوف اذا هنحاول كيف ننزلون بس مدئيا صعب دعنا نبني دعنا نعطي الناس شوية فلوس لتشتغل وتعيش يساعد تكنولوجيا في ترشيال حسنا هون ديبلماتيك اكشن ما بدنا او هنه انتربيتري تبعي انا صارت او لا نسحبوا ستاي نوترل تواديامان اه انا 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 رئيسهم فهم يعطوني فلوس اوين بتشوفه هون يمكن يعطوني فلوس وين تعريف ديفيدنس ادشنال انكم هون ديبلماتيك باكتس ها هم تيجي من النون فهنا اللي حاله بصير ببنه بضبطه خلان نعمل هون كمان نعمل نحاول ندخل المين العديد من ايضا نعمل 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 هؤلاء الخمسة ألاف هاي بلد فاضي نسبيا هون شايفين بس لتو سبعين بالمئة هون بس ممكن مع الوقت يصير فيه مناجم يصير فيه شي يعني فهيك شوية شوية عما نوسع امورنا تمام تعو نشوف شو ممكن نعمل كمان هلأ فيه مشكلة بالفلوس الفلوس عما تنزل بسرعة بسبب الدبلوماتيك باكت عما تنزل يجيب تربيوتري عم ندفع ألف بس لمصر وهون الكنستركشن فهذا لأنه عما نبني عما نجيب بضاعة لهون لحتى نبني فهذا الشي عم بيكلف ما مشكلة عندنا ذهب عندنا احتياط فيه نستعمله بعدين بصير مشكلة ها حاليا مو ضروري طيب البيتيت بورجواز زعلانين الرورال فولك مبسوطين كتير بس اني نقلال وهون حنشوف اذا ممكن نعمل بدينا نحارب هدولي نحاول نحتل البلاد تاني بس لها ما بدي سكر هاي دبلوماتيك ديمانز ايه اذا قلنا بتاني ستايت هلا انا عندي 13 هو 23 فما اخرج ابدا انه روح اقاتله بس ممكن جيب مصري اقاتله معي وحاول اني اخده عمان وضيفه على الدولة تبعي فعمان هون بشكل عام ماشي حالا عندهم مو مليون مليون في لانه عمان شغل الناس مابتدين تعرفه انه عمان جاي كمان بزنزبار هاي برشيكم ميكانيكال تول دان هاي زنزبار تابع العمان فهي الولاية في مليون مص هاي الولاية في بس 276 هاي كانت عن جد ولاية العمان ل ميت سنة قبل او سب مانية سنة واستقلت اسمها زنزبار هاي نجي هون نشوف شو ممكن نبني هاي اذا عملنا مليتاري اه ممكن نعمل هاي لكو هذا ما انبني لحاله لكن اه افترض اكاديميا نرفع الاكاديميا ونرفع العلم من البلد خلينا ستتعلم حتى تخرج من تحت هاي هاي اذا هون طلعت ستجد كروت هاي الكروت يقول لك كما تفعله عندما يكون هناك شيء معين فإذا كانوا زعلاني يقول لك نوبلس لا يحتاج هذا الشيء وإذا كانوا مبسوطين يصبح يعطيك بوانس أو أشياء حسب كيف أنهم مبسوطين أو زعلاني نحن نذهب إلى إنتليجنسيا لا هذا نقول له بولستر سوف نرفعهم دعم حكومي نحن نحب هؤلاء وإننا نعلم جزء من القرارات تبع البلد هنا ولحظوا قليلا تكبر البلد وتتزبط هذا ليس جيد تأخذ مستقبل ممكن أن نأخذ هذا مستقبل 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 حسنا تقريب الوحيد مستقبل تغيير تحلات الزاقة سوف أعطي المنفظة دعم أعطي المنفظة لا 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 إلا من المعارضة سوف يصبح سوف يغاثل حسنا وإننا أن ندخر هل يجب أن نفعل يجب أن يكون الـ Liberty Desire 25 إذا فعلنا هذا و قلنا له evangelize سيبعد أشخاص يعملون تبشير هناك مع أنه هنا مفروض أصلا سنة لكن ليس مشكلة سيصبح يحبوننا أكثر سيبطلوا أنه يخرجوا من البلد حسنا حسنا الآن الأمور تمام ماركت أكسس النجد في 99% يعني البضاعة لم يتصل منيح لكن هذا الشيء بسبب أنه لا يوجد بورتس أو طرقات للبلاد الثانية في السوق وهو ليس مشكلة حاليا حسنا لحد الآن نبني قاعدين سننخلص هذه لكي نستطيع أن نزيد البلوكراسية في نجد حسنا 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 هذه علومة تنتشر بسبب وجود أشياء معينة في البلاد الثاني حسنا حسنا إذا عملنا يساعد قاعدين تذكر كريسي وحسنا حسنا 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 أحسنا حسنا لكن أنا لا يوجد بساطة القوارب ستضعها في هذه الأنود وتساعدت تسكر للتجارة إذا أريدك المنطقة للسليفري باند مامين لقد تقوم بفوكس في كازا سيكون هناك الكثير من الناس في يمن سوف نحاول نرفعه و نقول له ماشي يمن يكون هذا الوكال يجب أن يكون بكثير من الأشياء دعونا نقول هذا و دعونا الناس تدعم الموضوع المفروض أنه هذا يرفع يعني تقبل الناس للموضوع أنه نمنع السليفري لأنه يزاد شوي لذلك ممكن نعمل مشكلة و نخليها تصير أيضا ايه ترديشناليست ارثورتيريان ايه ما حيمشي الحال لازم يتغير شوي المكان بس ايه ما لا قضية أبدا نخلي هذا يخلص بس يخلص المفروض السعر ينزل شوي و لما عندنا مشكلة أنه عندنا دهب كثير احتياطنا 312 ألف لذلك ايه عادي أنك تصرف في فلوس مو مهم أنك عم تخسر مصاري المهم أنه ما يصل الدهب للصفر اوكي لازم تدفع مصاري لتعمل مصاري نعم لك و طلع للألف للألفين ورجع نزل لأنه عم ببني كمعا الآن إذا وقف البناء بصير أرخص الأمور بس هيصير فيه شغل أكتر هيصير فيه ماركت أحسن وطبعا إذا جئنا لهن وضعنا بلدنك المفروض هذا يبدأ بالتعبى بالموظفين شاهدين منين يأتي الموظفين يا أم الناس الفاضي يا أم عم يأتي من هذا الرقم سينزل مع الوقت ممكن يطلع كمان إذا زاد العدد السكان ممكن ينزل بس هؤلاء سينقلوا مع الوقت الهنا ما عندهن وظائف يشتغلوه مالأ هون شوية شوية عم نبني عم نزبط ونحسن الاقتصاد لك هذه البيروقراطية تحسنت لأنه خلصنا اللي هو المبنى اللي كان هون اللي هو هاد هذا عم يزيد البيروقراطية بالبلد وعم يزيد اللي هو الفلوس اللي عم تدخل معه مضيع كثير شايفين هون كان عم يروح مني شي مئتين هلا صار عم يروح بس مني مئة شوية شوية كمان بس يزيدوا بس يزيدوا هندخل الفلوس أكتر طيب إذا عملنا هيك لأ مو هذا اللي بديها هاد هون كوفرمنت إذا قلنا هاي بتصير مئة بالمئة اللي هي مع السنة علماء أو ممكن هيك ودخلهم تسوي وعمل مشكلة سبعين بالمئة هذا هيك هوا حطهم كلهم معي وهذا لك معارضة بس ممكن هذول إذا حطيتهم معارضة مشكلة شايفين سو خليون وتعرفوا شغله خلينا الخاطر بس للفن هنعمل هيك ونقل له بدنا تعرف شو قرار سيادي رئاسي إلغوا سلايف تريد بس ما عد نقدر لي لأنه لي رافض لأنه صار صفر بالمئة مستحيل يقبلوا الناس ما حنقدرنا عملنا حتى شوية تمشي الأمور مهم نحو أقف هون نكمل بعدين شكرا كتير لا تنسوا عمل لايك سبسكرايب وشير ونراكم كل مرة جاية سلام اشتركوا في القناة